في أخبار أخرى قال مركز علم البراكين والتخفيف من أثار الكوارث الجيولوجية بإندونيسيا أن بركانا في جزيرة هالماهيرة بشرق البلاد ثار اليوم السبت مطلقا سحابة من الرماد بارتفاع خمسة كيلومترات فيما حذرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث التابعة للمركز من احتمال حدوث فيضنات مفاجئة وتدفق حمم باردة وجاء ثوران بركان جبل إيبو في أعقب سلسلة من نوبات الثوران في مايو بعد أن لاحظت السلطات تصاعدا في نشاط البركاني بداية من إبريل مما أدى إلى إخلاء سبع قرى مجاورة هذا ونبهت وكالة إدارة الكوارث السلطات المحلية لترقب كوارث ثانوية مثل الفيضانات المفاجئة وتدفق الحمم البركانية الباردة